عقد مجلس الاتحاد الروسي أمس الثلاثة اجتماعاً صادق فيه على اتفاق يقضي بتوسيع القاعدة العسكرية الروسية في ترطوس شمال غرب سوريا والتي ستصبح قاعدة بحرية روسية دائمة بعد إتمام عملية التوسيع تمتلك روسيا حالياً قاعدة بحرية في ترطوس تستخدم للمهام اللوجستية وهي القاعدة العسكرية البحرية الوحيدة لموسكو في منطقة البحر الأبيض المتوسط ويذكر أن روسيا وسوريا وقعت اتفاقاً في يناير العام الجاري بشأن توسيعها واستخدامها لمدة 49 عاماً ويمكن تمديده تلقائياً لمدة 25 عاماً إضافية كما يمنح هذا الاتفاق روسيا حق استخدام القاعدة والمياه المحيطة بها مجاناً حيث يمكن لأحدى عشرة سفينة حربية في نفس الوقت أن ترسوا في المياه المحيطة بها بما في ذلك السفن التي تعمل بالطاقة النووية كما يحق لروسيا نقل أي سلاح أو معدات أخرى من وإلى هذه القاعدة عبر الأراضي السورية لضمان توفير خدمات صيانة السفن الروسية وتنفيذ عملية التوسيع في المرافق المعنية وفي اليوم ذاته قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إن القوات الروسية بدأت بالفعل تشكيل القوات التي ستتواجد بشكل دائم في قاعدتين طرطوس وحميانيم السوريتين ترجمة نانسي قنقر